لا شيء غير الضجيج وأصوات المولدات الكهربائية في شوارع مأرب مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتي قد تزيد على عشر ساعات في بعض الأماكن وبشكل غير منتظم في وقت تصل فيه درجة الحرارة إلى حد لا يطاق بتجاوزها الأربعين درجة أحيانا ما يولد معاناة كبيرة لدى السكان معظم العلاقات التي كانت بالثلاغة قدرناها بالكدابة وإلى الآن ما زلنا نعاني من انطفاءات متكررة يومية بل ليست ساعات أيام تصل إلى أيام بتطفى واصل باستمرار والوضع حما وانتوا عارفين الأجواء مارب كيفي منذ أربع سنوات ومشكلة الانطفاء ذاتها تتكرر دون إيجاد أي حلول نجعة فما أن تهب حرارة الصيف اللافحة في هذه المدينة الصحراوية إلا ويكتوي بنارها الجميع ناهيك عن تعطل العديد من الأجهزة الإلكترونية ومكيفات التبريد الناتج عن الضعف الحاصل في التيار الكهربائي والربط العشوائي للشبكة في ظل صمت مريب للجهات المعنية عندما يجي الشتاء الكهرباء تكون مستمرة والكهرباء والعطول اليوم 24 ساعة ما تطفاش أول ما يبدأ الصيف كأنهم كانوا مسترخين مع الكهرباء أيام الشتاء ما وجدوش البدائل ولا الحلول تزايد الأحمال النتيجة عن الكثافة السكانية وضعف الشبكة الكهربائية عموما بالإضافة إلى نقص مادة الديزل المقررة للمحطة الكهربائية هي أبرز المبررات التي أوردتها الجهات المختصة ردا على أسباب الانطفاءات هناك أسباب رئيسية ومنها تنامي الأحمال بشكل غير عادي والطاقة الموجودة لا تلبي الاحتياج وهذه من أهم الأسباب السبب الثاني الشبكة الموجودة رغم العمل فيها المستمر وتغيير محاولات إلا أنها لا تغطي الحمل المسحب وهذه المشكلة الثانية مشكلة الثالثة والأساسية مشكلة الديزل وهي الأهم وهي لا تلبي الاحتياج لما تغطي بنسبة 66% من الاحتياج المطلوب مبررات ليست مبررة كما يقول مواطنون فهي تتكرر منذ بدأت مأرب تستقر ويتوافد الجميع إليها على الرغم من درجة الحرارة المرتفعة في مأرب إلا أنك بحاجة لإشعال الشموع فالمدينة تغرق في الظلام لساعات طويلة وبهذا تزداد معاناة المواطنين ويبقى السؤال متى تقوم الجهات المعنية بإيجاد حلول حقيقية لهذه المشكلة العالقة منذ سنوات زان العبد بن علي قناة سهيل مأرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر